أهلا بكم مشاهدنا الكرام متواصلون معكم في غرفة الأخبار التي تتحدث منذ الصباح سياسيا نتحدث عن الحملة الانتخابية لتشريعيات 2021 في 12 أجوان المقبل إذن نحن في الأمطار الأخيرة قبيل الوصول إلى منطقة الحسم وهو دخول معتركة الانتخابات التشريعية كما أسلفت يوم السبت المقبل 12 أجوان إذن الحملة الانتخابية تلفظ أنفسها الأخيرة فلمن ستكون الغلبة هل للقوائم الحرة أم القوائم الحزبية أم أن الانتخابات ستشهد مشهدا آخر سياسيا لم تعرفه البلاد منذ استقلال لأننا نتحدث عن تقريب 800 قائمة حرة مقابل 600 قائمة حزبية والسؤال الآخر كذلك في نفس السياق هل الخطاب السياسي بين الأحزاب الحرة أو القوائم الحرة والقوائم الحزبية تلتقي أم تفترق سنتحدث عن كل هذه التفصيلات والأخرى مع ضيفيها في البلاتو ورحب بالسيدة سمية علوي وهي مترشحة عن قائمة حرة اسمها الجزائر أمانة بالجزائر العاصمة أهلا بك أهلا مرحبا شكروكم على هذا الاستضافة شكرا لعفو إذن نرحب كذلك بضيف الآخر وبالأخبر كمال مترشح عن قائمة حزبية جبهة المستقبل بولاية برج بوعريج أهلا بك مرحبا بكم شكرا الأستاذ وشكرا لقالة البلد وأعيد التذكير باسم الولاية هي برج بوعريج أعود إلى ضيفة الأولى سمية علوي سيدتي الكريمة إذا كان الحزب السياسي معروف أدبيات أبعاده بينما القوائم الحرة فيها أسئلة كثيرة ما هي الأدبيات التي ترتكز عليها هذه القائمة لماذا دخلتم معترك الانتخابات أصلا بسم الله الرحمن الرحيم شكرا على هذا السؤال سؤال وجيه يعني الكثير طرحوا علينا هذا السؤال وقالوا لماذا القائمة الحرة الجزائر أمانة قائمة حرة وليست يعني أعضاء القائمة لم يترشحوا تحت غطاء حزبي وبكل توضع نقول أنه هذه القائمة فيها كفاءات شابة ونزيهة ونقدروا أن نقولوا أنها يعني نتحدثوا عن نشأة نخبة سياسية جديدة واعدة في الجزائر ما رحناش يعني تحت غطاء حزبي لأنه الأحزاب للأسف الشديد بعدما كانت معسكر ومدارس في النضال السياسي اليوم المواطن فقد الثقة بها واليوم المواطن والحراك الشعبي الحقيقي المبارك رفض هذه الأحزاب لأنها كانت شريكة في المشهد السياسي والانسداد السياسي الذي وصلت له الجزائر لذلك ارتأينا أن نتنظموا في قائمة حرة وما كانش سهل بالنسبة لنا أن نمروا كل هذه المراحل ونلحقوا المعترك للحملة الانتخابية جمعنا توقيعات عملنا جواريا مع المواطنين تحصلنا على ثقة المواطنين الثقة المبدئية تخلنا للانتخابات بأكثر من خمس ألف توقيع وهذا ما هوش هيا يعني هناك بكل تواضع هناك بعض الأحزاب اللي أخفقت وما قدرتش حتى تجمع التوقيعات وتمرر الملفات وتكون معنا في معترك الحملة الانتخابية واصلت الفكرة أولا نتفق على شيء أنني لا يمكن التزام بالتوقيت لأنه الأمر صعب تقنيا لذلك أحاول أن أعطيكم كل واحد مجاله في الربط ربما الصراع بين القوائم الحزبية والقوائم الحرة بدأ هنا في البلاطو ولم ينتظر الثاني عشر بيصم جنفل عفوا جوان السؤال المطروح وردا على ما قالت السيدة سومية أن الأحزاب رفضها المجتمع كيف ترد على ذلك؟ شكرا أستاذنا فاضل وشكرا لقناة البلاد تحية خاصة لسكن وليت برج بارانيج وشعب الجزائري بصفة عامة أولا لا يخفيش على الشعب الجزائري بأن تغيرات الجديدة وخاصة منذ 2018 سوف تشهد البلد توجه سياسي جديد ومجتمع سياسي جديد بالنسبة لنا كحزب سياسي ما نشوفوش رواحنا من ضمن الأحزاب اللي كانت سابقا في أحزاب السلطة لأنه ما كناش ضمن أحزاب السلطة وما كناش ضمن المعارضة يعني احنا الخطة التيعنا وطني واضح جبهة المستقبل عندما تأسسا من ضمن مبادئ الأساسية تاعه السياسيين هي تأسيس الجمهورية ثانية أخلاقة العمل السياسي إنشاء سلطة مستقلة إلا إلى آخرين من الأهدف السياسية اقتصادية اجتماعية احنا ما نشوفو في الوضع الحالي اللي نرجع لسؤالتك اللي هو المزيج بين القوائم الحرة وقوائم الأحزاب احنا بالنسبة لنا في جبهة المستقبل هذا فرق خير على الشعب الجزائري لماذا؟ لأنه نعرفوش معنىتها السياسة أنا شخصيا مترشح في قائمة جبهة المستقبل أنا أمثل جبهة المستقبل كمنسق ولئي والقائمة متعنا تشمل مناظمين بحوالي 70% 30% إطارات ومتعاطفين مع جبهة المستقبل احنا نرجع لك للسؤال مضمون تعوه أنه هنا ممنع لحوالي 5 سنوات ممكن القوائم الحرة ممكن القوائم الحرة رايحة ترجع تدخل في الأحزاب تناظل في الأحزاب لأنه ما يخفاش عليكم والشعب الجزائري بأن المؤسسة تعل برلمان هي مؤسسة سياسية درجة أولى مؤسسة تشريعية والعمل داخل مؤسسة تشريعية يكون وفقا لكتل برلمانية نعرفو احنا في جبهة المستقبل شاركنا سابقا بـ 14 نائب برلماني الصوت التاعهم مهما بلغوه يصطادم بالكتلات الأغلبية التي هي 170 صوت و100 صوت وبالتالي نرى فيها في الخير أن القوائم الحرة تدخل في العمل السياسي ومتأكدين بل مننا على 5 سنوات سيندامجوا ويدخلوا في الأحزاب أعود إلى الضيفة الأخرى المترشحة السيدة عليوي نتحدث عن الجزائر أمانة وهذا ربما لكم خطاب سياسي لكم برنامج اقتصادي سياسي ما هي الأمور التي تركزون عليها لاستمالة الناخب يوم الانتخاب نحن سيدي الكريم مع المواطن صادقين ونتحدث معه لغة موضوعية ولغة واقعية نحن لا نقدم أي وعود وهية أو كاذبة لا نقول للمواطن راح نلقاو لك منصب عمل ولا راح نمزعو لك سكن يعني للأسف الشديد كان بعض النواب يستخدموا هذه الطريقة اللي هي في نظرنا نحن في قائمة الجزائر أمانة هذا النائب المترشح اللي يقدم مثل هذه الوعود يا إما جاهل يا إما يكذب على الناس أو يستخدمون المجالس المحلية اللي راح يمنتخبين موجودة حاليا يقول لك أن تنتخبوا علينا راح يكون عندكم سكن يكون عندكم كذا كذا نحن نتحدث مع المواطن لغة كما قلت صادقة وموضوعيا نقول لهم نلتزم معهم ونتعهد أن نكون نواب أمينين على أصواتهم ننمثلهم بكل أمانة نوصلوا انشغالتهم بكل أمانة نفتحوا بمكاتب مداومة تكون بابها مفتوح دائما للمواطن من أجل الاستماع وتوصيل انشغالته لسلطات المحلية للوزير من خلال المساءلة المساءلة الكتابية المساءلة الشفاوية التواجد على الميدان والمتابعة الميدانية مع الوالي ولا مع أي مسؤول هذا الأمر الذي نقدرون نوعد به المواطن نوعد المواطن بفتح وارشات بنقل الحراك إلى البرلمان نحن نعيش اليوم ونريد اليوم أن يكون الحراك مؤسساتي كين لجان يعني نعرفوها في البرلمان يمكن استحداث لجان أخرى يعني مسايرة للتعديلات التي عرفها الدستور يمكن استحداث لجان تحقيق يعني هناك الكثير من الأمور نقدر نديروها للمواطن ونساعد المواطن في تحسين يعني المعيشة وفي يعني تحقيق كل طموحات وكل أهدافه لكن بطريقة يعني من خلال تعزيز الدور التشريعي للبرلمان لهذا الدور التشريعي الذي غاب في البرلمان السابق وإحنا حبينا كذلك تكون معنا القطيعة مع كل الممارسات السابقة موسط للفكرة أستاذ الأخضر بل الأخضر كمال نتحدث اليوم عن انتخابات في جو جديد حتى أن السلطة المستقلة أخذت شعار فجر التغيير أنتم موجودون في الساحة تقريب منذ 2012 واليوم في هذه الانتخابات التي تمر عليها تقريب 9 سنوات منذ إنشاء حزبكم لما يسألكم واحد في الشارع أو الناخب والمواطن عن التغيير بماذا تجيبونه؟ أي تغيير تتحدثون أنتم في الحزب؟ تغيير موجود ضمن المبادئ السياسية لجبهة المستقل موجود ضمن برنامج الاقتصادي ضمن برنامج فلاحة ضمن برنامج سياحة إلى آخرين وهذه وثيقة طويلة فيها 41 تعهد يشمل كل قطاعات هذا بالنسبة لي التغيير كما نراه لكن بدون أن نكذب على المواطن لأن التغيير هذا لازم له مؤسسات لازم الشعب ورح يعرف الشعب بللي كين مؤسسة تعريق أسا كين تحتها مؤسسة تنفيذية اللي هي الحكومة كين تحتها سلطة شرعية وكين السلطة القضائية احنا وشرا نقوله للناس بللي كين صلاحيات في المؤسسات الشعب كيمكنت الزاميلة تحكي خرج في حراق وطالب المادة 87 من الدستور وش هي المادة 87 مضمونها هي المساهمة في تمثيل الشعبي على مستوى المؤسسات هذا بالنسبة لي الشيء رانا فيه حاليا تم استحداث أو تم انتخاب رئاسة الجمهورية الآن رايح نمر المؤسسة الثانية وهي المؤسسة الشرعية احنا رانا نقوله للشعب الهدف الأساسي الأول في جبهة المستقبل هو الذهاب للصندوق والمساهمة في بناء مؤسسات شرعية لأنه ما ننتظرش من ناس خرج الجزائر والله دول أجنبية تساهم في بلاسنب ونكونوا هذه المؤسسة يبقى بالنسبة للمؤسسة الشرعية في جبهة المستقبل الكتلة السابقة مدى الدليل كبير مدى الدليل كبير بالرغم من العدد التي تاحها 14 نائب الآن نتصوروا أن العدد الكتلة البرلمانية راح يزداد يضاعف عدة مرات وبالتالي المهمة الأساسية الأولى راح تكون سن قوانين ضمن الإصلاحات اللي هي بين قوسين الدولة الجديدة ثانيا متابعة والله مراقبة العمل الحكومي وثالثا نقل انشغالات الساكنة تاكل الولاية لأن البرلماني هنا راح وطني وعنده انشغالات تاكل الولايات وبالتالي القوائم الحرى نرجع الأول القوائم الحرى راح نشوف بلي راح تصطدم بنسبة 5% بالرغم وهذا موش على مستوى الولايات كل بالرغم القانون يحدد 5% وبالتالي نتمنى ان البرلمان يكون مزيد بين عديد من الأحزاب والقوائم الحرى ويكونوا في مستوى عالي يعني الهدف الأساسي هو خدمة البلد خدمة البلد خدمة الجزائر وليس خدمة أشخاص أو أحزاب حبوا الوطن نخدموا الوطن عبر مؤسستي عبر اللي جاني كنت تحكي عليها زميلة وعبر نقل إنشغالات وحنا كجبهة المستقبل عن المكاتب الولايات ومنها المكاتب بلدية راح تفتح أبوابها أكثر في العودة القادمة لأنها راح تتوسع الكتلة البرلمانية ونتمنى ونقوله هنا أن البرلمان يؤدي الدور الحقيقي تعه شكرا أعود إليك سيدة علوي ربما في السؤال الأخير اللي كنت تجاوبي فيه تقول بلأني ما نمدوش وعود وربما البرلمان هو هذا الدور تعه وأنه يقوم بالتشريع إلى غير ذلك ولكن ربما نسأل سؤال على المواطن المواطن كذلك له مشاكل الخاصة على جميع الأصعدة اقتصادي اجتماعي الشباب العمل بطالة غير ذلك ولكن ينظر إلى هذه الانتخابات على أنه ربما مخرج وتلبره رغبات وطالبات بماذا تقرعون المواطن لأنه يحب يشوف حاجة ملموس يعني ما تقول لوش كلام عام أنتم في القائمة الحرة ماذا يمكن أن تقدمون من حول للمشاكل تعرفون الجزائر شوف القائمة الحرة الجزائر الأمانة متكونة من عدة كفاءات كفاءات لها دراية جيدة دراية قانونية جيدة ومتمرسين سياسيا ولهم حس سليم بالتالي احنا واعون يعني جيدا بانشغالة المواطن انشغالتهم الاجتماعية الاقتصادية السياسية احنا في برنامجنا اخذينا بعين الاعتبار كل هذا يعني برنامج فيه عدة تعهدات وما نقدرش يعني نمليها كامل ولكن إذا نعطيك مثال مثلا إذا ناخد قطاع الصحة قطاع الصحة اليوم رهي سهلك يعني اموال كثيرة لكن الصحة العمومية ما رهيش يعني كما يحبها كما لازم تكون نحن سنراجع ونعمل على تعديل أو مراجعة طريقة إدارة المستشفيات وحتى المجانية في حداتها لهي مكسب هذه المجانية راهي تستغل بطريقة فوضوية وشعبوية احنا كنا اقترحنا أن الضمان الاجتماعي يكون تحت غطاء الوزارة الصحة وبهذه الطريقة المجانية تكون يعني منظمة وتروح وفعالة وتكون موجهة هذا كمثال عندنا كذلك الشق الاجتماعي بالنسبة للسياغ السكنية احنا نشوف أنه طبعا طبعا الاجتماعي للدولة رح يكون الفئات الهشة عندها السكن الاجتماعي لكن بالنسبة للطبقة المتوسطة عليها ضغط يعني الآن حتى نكون عادل مزاوج دقائق نخليهم نخبر كمال في تقريب في نفس السياق في نفس السؤال المواطن يحوس على المنموس انتم لما تقول ما نعطيش وعود باش تخلي حزب سياسي متكونين وعندنا هذه القاعدية في كل ولايات وعبر البلديات يعني عندنا مكاتب بلدية وعندنا للطلبة للشباب بالماء يعني عندنا قاعدة نظالية مدمارين بها يعني دينا بها بالقاعدة نظالية عندنا متعاطفين مع الجبهة ومع الأشخاص اللي في وسط القائمة عبر الولاية كامل وعندنا المتعاطفين والناس اللي رنا رحين نقنعهم رحين في 2021 ما كانش يعني نسبة كبيرة من المواطنين لمتعرفش واش معنتها صلاحية رئيس البلدية واش معنتها صلاحية المجلل الشعبي الولائي واش معنتها صلاحية البرلمان كيف احنا احنا ما نكذبوش على الناس رئيس البلدية عنده صلاحياته يتوقف فيها المجلل الشعبي الولائي عنده صلاحياته رح يتم اقتراح مشاريع تلموية عبر الولاية وتطلع هنا في الجلسات التحكيم في وزارة المالية ويكون كين أربي طراج يعني جلسة التحكيم ويتم أخذ القرار يبقى النائب البرلماني كما كانت بقول زاملة المهام الأساسية التي هي تشريع مراقبة عمل الحكومة المشاريع التلموية إلى آخره يبقى المهم الثالثة التي هي نقل انشغالات العامة التي تم اقتراحها من طرف الولاية على مستوى الحكومة عن طريق الرسائل الشفوية الرسائل الكتابية زيارات للمدراء العام زيارات للوزارة زيارات للولات زيارات للرعاصة الضواب هنا المنتخب في المجلس الشعبي الوطني سيقدر يؤدي دور تعم مستلف شكرا جزيلا لك إذن فاصل قصير ثم نعود لاستكمال هذه الحلقة المتخصصة في التشريعيات في غرفة الأخبار ابقوا معنا أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام لاستكمال هذه الحلقة في غرفة الأخبار التي نتحدث فيها عن الحملة الانتخابية قبيل انطلاق التشريعيات في يوم الثاني عشر رجوان المقبل دائما للحديث حول هذا الموضوع أسعد باستضافة سيدة سومية علوي وهي مترشحة عن قائمة حرة الجزاء الأمانة بالجزاء العاصمة أهلا بكم شكرا نرحب بك من جديد أستاذ كذلك بل خضر كمال وأنت مترشح عن حزب جبهة المستقبل بولاية برج بوعريريش أهلا بك شكرا أعود إليك أستاذ علوي بخصوص الخطاب السياسي أنه خطاب مهم في الحملة الانتخابية ربما الأمر فيه شيقين فيه نقمة ونعمة إذا كانت الأحزاب السياسية برؤساءها شهدنا أو المواطن تبع هذه الحملة الانتخابية فيه تصريحات نارية فيه تصريحات مستفزة فيه تصريحات هذا التعبير للمواطن ليس لي حبلة وسط التواصل اجتماعي فيه يعني ربما ديميسيل بعتوهم حواج مفرقعات إلى غد ذلك هذا ربما قد يخدم الحزب يعني ويشهروا ويتبعوا الأمر بالنسبة لقائمة الحرة ما كانش واحد ليدار ما كانش واحد معين زعيم في قائمة حرة يدير تصريحات واتطير بالبلاء هل ترى هذه التصريحات نقمة للحزب أو نعمة عليه لا بكل صراحة يعني الأحزب المفروض ليست بحاجة إلى إشهار وليست بحاجة إلى مثل هذه التصريحات التي الكثير يعني يعتبروها في مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات سخيفة وخطابات سياسية يعني لا ترقى يعني حقيقة إذا كانت القائمة الحرة ما هيش معروفة يعني كان الأجدر بالقائمة الحرة يدير يعني البوز دربت الحزب ولكن نحن يعني في القائمة قائمة الجزائر أمانة لا نستخدموش مثل هذه الأساليب نحن خطابنا متوازن خطابنا كيف يسمعوكم الناس المواقعين كيف سمعونا بكل يعني بكل احترام خرجنا للميدان رحنا البراقي رحنا للشراقة رحنا الزيرالدة رحنا الأحياء شعبية والله يصدقني لقينا كل احترام بالعكس كانوا كي يعرفوا بلي حنا قائمة حرة يجيوا يتقربوا وحتى يكونوا يكون مار بسيارته ويتوقف وشوفنا يعني رفدين لفتات وملسقات وشوفنا نحكيه مع مواطنين يجيوا ويسمعونا لأنه شايفين الأمل الأمل في القوائم الحرة شايفين البديل في القوائم الحرة هذا للمسناه يعني ميدانيا أستاذ كمال ربما لو تقيم الخطاب وانت متابع للشأن السياسي وكامو الترشح كيف تقيم الخطاب السياسي على مستوى الأحزاب بشكل عام إذا كانت القوائم الحرة معناش يعني خطاب معين لا يمكن الفرز فيها ولكن بالنسبة لأحزاب بينين من خلال رؤساء الأحزاب كيف تقيم خطابهم خلال هذه الحملة والله تقيم وقيم وشعب الجزائري سابقا وهذا يظهر في وسائل التواصل الاستماعي كان أحزاب للأسف للأسف الشديد خطاباتها كانت خطابات يعني استحي الإنسان أن يذكر مقصود من الخطابات هذه في حين يعني كان من المفروض بالحزب سياسي يكون وطني تجاه وطني يكون يلتزم بالمبادئ للدولة الجزائرية ويكون يلتزم بالحرمة والاحترام للمناظرين وخاصة المناظرات قوائم الأحرار فيه بعض القوائم تنشط لا يخفي على أحد أنه فيه بعض القوائم تنشط يعتبر فيها إطارات ناس متخلقين إلى خلاله الأحزاب واضحة بالنسبة للمجتمع الجزائري خطاب الجبهة المستقبل واضح يمثلوا سيد رئيس دكتور بالعيدة على الدولة الجزائرية وعلى الدبلوماسية الجزائرية ويش خدمت خطاب واضح داخل الجزائر الأهداف السياسية كان يجول ويصول في البلد ككل ويقدم شو الأهداف السياسية تعجبت المستقبل وشي هو الهدف الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والفكر الفكر اللي عن نحنا هو أننا نساهم في بناء مؤسسات دولة لأنه نعرف سابقا باعتبارنا مناظرين وعائلة وحدة نعرف ومناظرين نحنا كنكونوا نتكونوا داخل مقر تعل حزب يفهمونا ويفهموا المناظرين من خلالنا بللي ما عندناش بلد غير الجزائر بلد يعني الجزائر لو كان ما نحمي وشحنا وما ندفعوش عليها وما ندخلوش وما نقنعوش الشاب يروح ينتخب ما كان اجنبي والله ما كان شخصة هنا في الجزائر كما هو معروف كان اللقات على الانتخابات محتم رأيه لكن الجزائر قبل كل شيء أرجع لك سيدتي إذا كان ربما هذه بالنسبة لخطاب ورؤساء الحزاب التي لم تكن فيها رؤساء وممثلين على قوائم وكلكم مشاركين في هذه القائمة المسألة ربما لتتير الانتباه والتفاعل هي قضية الإعانات المالية لموجهة القوائم الحرة لما يعرف بـ 30 مليون وهذه أطارت جدل كبير حتى رؤساء بعض الأحزاب السياسية يقول لك لماذا تقصي شاب عنده 40 سنة في حزب وتمدها الوحد حر سؤال وجيه مباشر صريح هل تديتي أنت كسومية علوي 30 مليون مباشرة جاوبني أنا أولا غير معنية بهذه الإعانة لأني فوق الأربعين هذا نفتح قوس ونعود ولكن معليش أنا نجي رح نجاوبك على زملائي في القائمة الإعانة هذه ما تروح لحساباتهم الشخصية هذه الإعانة احنا شرحناها للمواطن وشرحناها على مواقع التواصل الاجتماعي وشرحناها في عدة مناسبات أنه الإعانة بالنسبة للمترشحين الأقل من 40 سنة تروح لحساب بنكي خاص بالقائمة ويكون القانون واضح يعني الإعانة تكون بالنسبة للنقل بالنسبة للقاعات بالنسبة للإشهار والملساقات وما تروح نقدا في جيب المترشح ولا في حسابه الشخصي هذا اللي لازم المواطن يفهموا وهذا الإعانة خصصها حقيقة يعني لازم مسنا صدق القول بالعمل من طرف رئيس الجمهورية هذا الالتباس حولها 30 مليون خدم القائمة الحرة ولا ضدها الالتباس اللي خلق 30 مليون وهذه أموال الخازينة والناس ترشحوا هل هذه الفكرة وصالحة الفكرة ورئيس السلطات تكلم عليها لك ما تروح مباشرة أنا أرطحت رف السؤال هذا حتى تناقشوا حولوا هل هذه خدمتكم ولا ضدكم لا ما يش ضدنا بالعكس يعني قائمة حرة ما عندناش دعم إحنا ما نشكيما للأحزاب عندنا يعني الاشتراكات ولا ما كان يعني قائمة حرة نضمنا وإنتيكالنا ما كانش على الدعم هذا لأنه أولا تأخر أولا لأنه فيها إجراءات وما وش رح يكون بطريقة سريعة ومباشرة نحن درنا اشتراكات كقائمة حرة شاركنا بأموالنا الخاصة ودعمنا هذه القائمة ومشينا في حملتنا الإشارية وفي الملسقات وفي الإعلانات وما إلى ذلك بالعكس هذه الإعانة هي إعانة يعني والتفاتة مشكورة عليها السلطات العليا كما قلت يعني الرئيس الجمهورية كان تحدث عليها العام الماضي والآن جسدت والقائمة الحرة يعني الشباب اللي فيها يحتاجوا لهذه الإعانة بسطة الفكرة رح الأستاذ كمال مترشح عن حزب جبهة المستقبل نبقى دائما في الدعم المالي ربما هذه الفكرة اللي جاءت 30 مليون مخصصة للدعم الشباب هي للقضاء على المال فسد اليوم الحملة انتخابية رح فيها 19 يوم هل لمستم أنه بعض فيه في بعض الإشارات حول أنه المال فسد مازالي دور ولا أن الأمر قضي فيه شكرا أولا نصحح المعلومة الأحزاب السياسية خاصة نحن جبهة المستقبل لا نستفيد من أي إعانة من الدولة لا نستفيد سابقا قبل 2019 كان في قانون أن كل نائب برلماني يستفيد من مبلغ من طرف الدولة من طرف خزين الدولة يوضع فيه خزين الحزب بعد 2019 يعني أي حزب لا يوجد إعانة من طرف الدولة هذه بوصحها ثانيا بالنسبة الإعانات التي أقرها السيد الرئيس الجمهورية والتي جاءت عن طريق السلطة الوطنية والمشكورة على العمل الجبار الذي يقوم به في البلد هذه الإعانة أنا شخصيا وحسب ما شفت القوائم الحرة لا يمكن أن يستفيدون منها بنسبة أكثر من 40% أنا مختص في المالية ومختص في الأمور هذه لأن الأمر صعيب كيف الأمر صعيب أولا بعد انتهاء الحملة الانتخابية بوش يستفادوا كيف يستفادوا عن طريق إعداد ميزانية وضعية وضعية حسابية مالية تقرير من طرف محاسب معتمد أو محافظ حسابات ويتم إثبات كل عملية كل مبلغ يوضع في البنك ليس عن طريق تسديد نقدا يعني ما يهز 100 ألف أو 150 ألف ويديها البنك يحطها يسمي تحويل مالي من حساب إلى حساب هذه العملية مستبعدة جدا رح لي المال فاسد مجهود بالنسبة المال فاسد برلمانة سابقة فعلا كانت بورج باريج مشهورة بالمال يعني للأسف للأسف بعض الأشخاص وليس الكل اليوم اليوم لاحظنا بعض المترشحين عندهم مقرات كثيرة عندهم لفشاج كثير وتصلنا بعض الأخبار باللي يستعملوا حتى بعض مؤسسات عمومية باش يديروا فيها مكتب مدوم شخصيا باللغة المندوبية الولائية وهم مشكورين وفي ظرف لا تجوز نص ساعة ساعة غلقوهم ودارونهم اخطاء وهذه الأمور هذه نحن كجبهة مستقبل وكقائمة معايا الناس الذين في القائمة متخلقين إلى خيره كامل جمعنا وهزينا قرار ونسمعوا كان المال الفاسد مبلغوا شكرا الوقت راح يدهمنا باش نخسمه السيدة علوي ربما قائمة قوام الحزبية الحرة التي فيها 800 قائمة وفيه انتخابات وهذه أول تجربة بهذا الحجم في القوام الحرة ما هي الضمانات مش تحقظوا على أصواتكم أمام ربما الترسانة الحزبية القوية لعندها مناضلين عندها مراقبين انتم بالنسبة لكم ما هي الضمانات تخليكم أصواتكم تروح حقيقية وصريحة كيف ضمانات يعني الضمانات تخليكم انتم تطبنوا للنتائج لأنكم لماذا مراقبين لا سيكونوا مراقبين ممكن للقوائم الحرة كذلك أن يكون لها مراقبين على كل حال ستكون ربما في هذا الإطار كذلك قرعة لكن المراقبين سيكونوا بالنسبة للقوائم الحرة هذا ضمان من ضمانات يعني كل مركز وحسب البلديات يكونوا مراقبين وإحنا يعني ثقتنا كبيرة في نزهة وشفافية عمل السلطة سلطة المستقلة لانتخابات هذا هو بالنسبة لك سيب الأخضر نبقى دائما في الشفافية ونبقى في الضمانات ربما فيه ما يقال على الانتخابات السابقة اليوم في هذا الفجر التغيير اللي تقول به السلطة ربما ما هي الأمور يتخليكم تتطمنوا للنتائج لما تعلن نتائج يوم 13 جوان تكونوا نتاجتكم يعني مقبولة ربما تأجل ما تكونش يوم 13 في بعض الولايات في بعض المكاتب نظرا العدد الكبير الموجود أولا نحن كجبهة المستقبل الشعارة تعنا واضحة ديبلوماسية الخارجة للدولة الجزائرية وقرارات السلطة نحترمها نحترمها نحترم يتم إعادة انتخابها فيما بعد يعني لحد الآن نحترم مقرارة مؤسسات تعالدولة ما نطعنوش فيها إلا إذا كان فيه حاجة واضحة للعين بالنسبة للضامانات ضامانات القائمة نفسها الحزب كي عدم هيكل مثلا لدينا 1256 مكتب في ولية برج بعرانيت مكتب انتخابي للأسف كي ديروا القرعة طارتنا 114 115 مكتب انتخابي نحن اتصلنا بالعديد من القوائم ودرنا فوق 368 مرقب للأسف لو كانوا سمحونا نقدروا نغطي 1256 لانه كي نقول لك عنا مناظرين في البلدية عنا هذه العملية المواطن اللي راح يحضر في الصندوق نطلب منه يوقف على العملية وخاصة ان الشيء الجديد في الانتخابات انه العملية العمليتين تتم في آنين واحد يعني العملية راح تكون باستمرارية فرز القوائم مباشرة فرز المترشيه اذا عندي ربع دقائق متبقية في برنامج في هذه الحلقة سأعطيكم لكل واحد منكما دقيقتين الدقيقتين ماذا يمكن ان تقول فيها المترشيحة سميعلوي تفضلي شكراً يعني في الختام نحب نقول انه لو لا جدية في محاربة المال الفاسد ولولا البدء في اخلاقة الحياة السياسية لما كنا احنا كشباب وكمترشيحين لأول مرة نخذوا هذا الغمار ما كناش نقدروا ان نترشحوا يعني هذه نقطة مهمة ومهمة جداً هذه نتيجة الاصلاحات التي تم الشروع فيها احنا على كل حال يعني صدقنا كما يقولون صدقنا النية ورح يعني نكون بإذن الله تعالى اذا فزنا بأصوات الهيئة الناخبة رح نكون ممثلين للمواطن العاصمي نمثله بكل أمانة ونوعود كل وعودنا وتعهداتنا بالأمانة والصدق والمراقبة ونقل انشغالات المواطن رح نوفيو بها بإذن الله وحنا نطلب من المواطن أنه يصون صوته كيف يصون صوته بالذهاب يوم الـ 12 جوان إلى الانتخابات إذا كان ننادي بتطبيق المدة 7 و 8 هكذا تطبق المدة 7 و 8 من خلال الانتخاب واختيار الممثلين ممثلي الشعب يعني مثلوه في قضايا الداخل وقضايا الخارج كذلك لأنه البرلمان عنده كذلك دور ديبلوماسي دور يعزز ويكمل ديبلوماسية الجزائرية هذا هي لازم يصون أصبتهم بالذهاب إلى الانتخابات الوقت المخصص لك سيدتي الوقت المخصص لك تفضل سيكمال شكرا أولا نحمد الله سبحانه وتعالى أننا نعيش الوضح هذا يعني من ناحية الأمنية أولا ثانيا من ناحية السياسية تبقى الناحية الاجتماعية والاقتصادية اللي مور بها الشعب الجزائري نصبروا كما صبروا أبائنا وجدودنا الشهداء والمجهدين نصبروا حتى إن شاء الله مدة خمس سنين ثلاث سنين ممكن تتحل الأزمة وبالتاني هذا الهدف الأول ثانيا بالنسبة للانتخابات هي عبارة عن انتخابات شريعية يعني رايح ممثلين للشعب وفق لنا المادة سبعة وثمانية للدستور هذه راح يمثلوا الشعب وينقلوا انشغالاته ويشاركوا في تشريع وسن القوانين ويحافظوا على القوانين المدقس الشعب الجزائري بالنسبة لنا في جبهة المستقبل أنا نتمنى نعرف خاوتي ويقولوا المناسقين ولائيين ومترشحين عبر الوطن وكل نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله في الاستحقاقات هذه ويش نتوصلوا على مستوى البرلمان ونديروا كتلة برلمانية كبيرة العدد تاحها كبير ويش نكون عندها سلطة القرار ونتمنى من الشعب الوبراجي ينتخب على القائمة رقم 6 واللي مثلها وزملاء يتعي شكرا لك انتهى الوقت مخصص نشكرك سيب الله أخضر كمال وأنت مترشح عن حزب جبهة المستقبل بولاية برج بوريلي شكرا جزيلا نشكر كذلك السيدة سومية علوي وهي مترشحة عن القائمة الحرة الجزائر الأمانة بالجزائر العاصمة شكرا جزيلا إلى هنا مشاهدين الكرام نأتي إلى طي كل فقرات ورفة الأخبار لنا على اليوم نلقاكم في وقت قريب حول الله من فريق العمل شكرا التحيات ومني أطيب المناء إلى اللقاء